اهمية المحكمة الخاصة في لبنان تكمن في انها اول محكمة انشئت في الشرق الاوسط لملاحقة ومعاقبة الجرائم الارهابية طبعا هناك اثر كبير للمحكمة الخاصة في لبنان على الثقافة القانونية في هذا البلد بالاضافة الى سياسة منع الافلات من العقاب فان المحكمة الخاصة في لبنان اوجدت تقاربا بين النظام القانوني اللبناني والنظام القانوني الدولي بخلقها نموذج متطور ومتحضر للادارة القضائية وللعدالة من هنا نرى ان المحكمة تساهم بشكل اساسي في انشطة التواصل الخارجي في لبنان وهي انشأت وحدة لتأمين هذا التواصل تعمل ضمن مكتب بيروت ايضا فان للمحكمة مواقع على الانترنت باللغات الثلاث ومنها اللغات العربية من تأثير المحكمة ايضا انها تسعى دائما الى دعوة القانوني اللبنانيين من قضاة ومحامين واساتيج جامعيين وطلاب جامعات الى الحضور الى ليشندام حيث تدور حلقات يتبادل فيها المجتمعون الدوليون واللبنانيون من الاراء والاقتراحات بشأن القوانين الدولية والقوانين الوطنية من المهم ان نذكر انه من اهم هذا التفاعل او من اهم النشاطات المؤيدة لهذا التفاعل انه في هذه السنة بقرار من المكتب التواصل في المحكمة التواصل الخارجي في المحكمة تم اعداد دورة لما يقارب مئة طالب جامعي لبناني حيث صار الى اعطائهم محاضرات في القانون الدولي الجزائي من قبل قضاة دوليين واساتيج متخصصين في هذا المدمار وقد اجري لهؤلاء امتحان في نهاية السنة الجامعية وقد نال من نجح منهم في هذا الامتحان شهادات تؤكد حصولهم على هذا النوع من التدريب